كيفية طباعة صفحات الورد والإكسل بشكل أفقي أو بشكل عمودي وذلك أثناء عملية كتابة النصوص أو أثناء عملية طباعتها على الطابعة نبدأ أولا في برنامج الورد بالذهب إلى تبويب تخطيط الصفحة ونذهب إلى خيار الاتجاه ونختار هنا وضع الصفحة إما عمودي أو أفقي سنختار الخيار أفقي ونذهب إلى فايل ملف ثم إلى الطابعة فيظهر لدينا هنا شكل الصفحة كما ستبدو على الطابعة أثناء الطباعة ويمكن هنا بشكل مباشر تغيير اتجاه الصفحة إلى عمودي أو إعادته إلى أفقي ويمكن أيضا العودة إلى تخطيط الصفحة وتغيير الاتجاه من هنا وبالنسبة لبرنامج مايكروسوفت إكسل بتحديد اتجاه الصفحة نذهب إلى تبويب تخطيط الصفحة ثم نختار الاتجاه ونقوم بتحديد اتجاه الصفحة إما عمودي أو أفقي سنختار هنا عمودي ثم نذهب إلى ملف ونذهب إلى الطباعة هذا هو شكل كما سيتم طباعته على الطابعة ويمكن التغيير من هنا بجعل اتجاه الصفحة أفقي أو بالعودة إلى تخطيط الصفحة واختيار الاتجاه من هنا ترجمة نانسي قنقر